بينما الدن وجزر تراوح العلاقات التركية اليونانية وما إن تركون للتهدئة حتى تعود العواصف من جديد استهداف أثينا بنظام الدفاع الجوي 300 لطائرات تركية كانت بمهمة في بحر إيجا في الثالث والعشرين من آبا الماضي أشعل الأجواء في أنقرة ليتلوح الأخيرة بالرد على استمرار خرق اليونان لمعاهدات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية لا سيما بما يخص جزر بحر إيجا وتصف الخارجية التركية التصرف اليوناني بأنه عدواني استنادا لقواعد الاشتباك المحددة بحلف الناتو المفترض بأن اليونان عضو فيه اللافت في القضية بحسب المراقبين أمر الرئيسي يتمحور حول سماح واشنطن لليونان باستخدام منظومة S-300 روسية الصنع بينما فرضت عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية وتعود قضايا الخلاف بين الطرفين بحسب وجهة نظر الخارجية اليونانية لما تسميه التهديد التركي لأثناء والخلافات حول بعض الجزر في بحر إيجا والقضية القبرصية أما بالنسبة لأنقرة فيشير خبراء أتراك إلى أن ملكية تلك الجزر نقلت من إيطاليا إلى اليونان قبل عقود ذلك بشكل غير قانوني من خلال اتفاقية لم تتم دعوة تركيا إليها لكن هذا ليس كل شيء حيث لا يغفل خبراء عسكريون عن وجود مخاوف تركيا من تطويقها وتهديدها من الجزر التي تتمركز فيها القواعد الأمريكية والتي تبعد عنها أربعين كيلو مترا فقط أمام هذا التوتر يبدو أن الحرب الأوكرانية ودور تركيا فيها فرصة مهمة قد تدفع الدول الأوروبية للضغط على اليونان لرسم معالم جديدة للحوار بين الطرفين عنوانها التنسيق والتعاون لكن هذه المرحلة قد لا تدوم طويلا مع عدم يقوف أمريكا على الحياد ومحاولات تسخين الأجواء في تركيا داخليا وخارجيا وهو ما يدركه القادة الأتراك الذين يديرون الأمور حتى الآن بلغة العقل دون تقديم تنازلات لاستكمال مراحل التنقيب عن الغاز في المتوسط وفي الوقت نفسه عدم دفع الأمور إلى الصدام المباشر